لما بنيجي نتكلم على موضوع تقدير مثلا او الاحترام للزوج مثلا مبدأ احترام الزوجة معناه ايه معناه يعني احترام الزوجة معناه احترام الذات الانسانية في الاصل فلا تؤذى ولا تمتهن كرمتها ولا تقبح ولا تحتكر المرأة محترمة بخلقة الله سبحانه وتعالى لها كإنسانة بتقدير ربنا سبحانه وتعالى للإنسان ولقيمتها والأثر المرأة أصلا في التربية وإنها كأم فمن أهمل ده تعدى وظلط رقم واحد رقم اتنين احترام اصلا لو هي صلحة ومؤمنة الإيمان اللي بتؤمن بيه بربنا والإيمان اللي في قلب الزوجة لو انت واخدها تقية صلحة للمؤمن على المؤمن حق فما بلك الزوجة وحق الزوجة المؤمنة يحصل ايه يزيد القربة في البيت يخلي المساق غليز أكتر وقت وإن كانت صلحة تقية فاحترامها مضاعف تقدرها وتزايل وإن كانت غافلة نحن ندعوها إلى الله نذكرها بالواجبات ونقولها ونعمل الحلقات اللي زي دي ونعلمها قدي الحقوق وقدي الواجبات وغلي بالك حتى يرضى الله عز وجل يعني ايه احترام للمرأة يعني احترام حقوقها اللي ربنا شرعها لها وانها مستمسكة بيها وانت كمان بتأديها وتبلغ الحقوق دي تكملة غير منقوصة وبتحاول فيها اللي ربنا شرع له حق وعتهمله ولا تغفل عنه بل يقام هذا الحق ويطبق اذا كان يعني ايه انها هي تأدي امانتها ومطالبة انها خلي مسترعاك الله عز وجل عليه في كل محفل ويعني ايه انت بتحقق على الاقل لهذه الممالية منفصلة بنستأذنها فيما يخصها طيبة تنبيها نفسه احترام خصوصيتها كإنسان قبل ما تكون ممرأة او زوجة يعني ايه يعني احترام رغباتها ودي رقم اربعة تقدير اختياراتها ذات نفسية اللي بيخص نفسها وسطوك مدامة رغبات مشروعة برا تحت اطر قال الله قال رسول الله ان احنا نقدر الحاجات دي طالما مشى تحت رضا ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه احترام يعني احترام حقها في اختيارها سواء بيخص ولادها الصغار او يتناسب مع التربية بما يتوافق مع التربية الايمانية على الكتاب والسنة خصوصياتهم عدم اهمالهم وهي اللي اضرب الكلام ده والاعلن بخصوصياتهم وفي الاغلب هي بتبقى فاهمة ايه مش يقول بس لا انا الاب هو يابني طب استنى اسمع بس اسلوب التربية دي طالما هي ايه مؤتمن اسمع مؤتمن على دنهم وانت مختارها التقية الصالحة احترام يعني احترام قمتها في بيتها واختياراتها ده مملكتها الصغارة ما تجيش تزحيمهم عليها ولا تجيب حد يقيدها فيها لا امي الصدوخ لا غلط وزي ما اصل وزي ما اصل سيدنا عليه يعني احترام نفسيتها مشاعرها المزاج العالم بتاعها الحرص على اسعدها دي الرجول على فكرة اردقها ده له اثار ايجابية اكسم بالله له اثار ايجابية احترام الزوجة من ايه اثاره تغرس احترام الابناء لأمهم الام اللي بيتم السخرية منها وانه يتم زوجها انه يحكرها او الابناء ومش بس واما صغيرة لا لما يجبروا كمان قيمة الاحترام لما تبث في البيت وخصوصا احترام المرأة كما بدأ محترم في نفسها يطلع لأولاد وابناء وازواج ورجالة وبنات سويين نفسيا عارفين قيمة المرأة ايه قيمة الام ايه بيحترموها ويقدروها ويبقى واحد في بيته زي الفول وقول الله يبارك لها اللي ربط يقدروها ويقدرو حياتهم حتى في المستقبل يعطي كمان ويعلم من قيمة وتوجهات الام مش عمي دموها يا امك بقى يا بتقول عاجة عارف عاجة امك لا امي قالت والله لا وسمحك في كذا يبقى خايف لا ضبط السلوك الحالي والمستقبلي وما نقعش في الاحرافات لما البيت بيفتقد أصلا وجود الاب الامي بيحصل هي المواجهة هي المربي فأنت لما تلغي دورها بقلة الاحترام ولا بالشتايم ولا السب واللعن والقصف ايه ده فين لا ده انت لازم تعمل الامر ده عشان يبقى دورها ناجح في غيابك وتقدي دورها احترام الزوجة بيقوم سلوك الزوجات نفسه ويربي في دخله المكرم ان هي بتحترمه يبقى عندي اسلوب حضاري واسلوب راقي احترام الزوجة بيبقى بيكرمها امام الناس وامام اسرتها ويقوو شخصيتها يكسبها ثقاتها في نفسها مش تبقى مهزوزة على الامر يبقى عندها قدرة على التصرف والثبات حتى في لحظات الالم وحتى في اللحظات دي بيت موجود فيه اخلاق الاسلام اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيه رقي فيه سمو فيه فيه زوجة بتنتقي اطايب الكلام واطايب الثمر في الكلام وزوج بيشاور زوجته بيسمع وفيه حوار وهكذا مش الدنيا بايزة لا نعم فلازم نخلي بالنا من الكلام زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخط برأي السيدة امو سلمة في صلح الحديبية وزي ما قال على خديجة اني رزقت حديجة وزي ما قال على عائشة لا تؤذوني في عائشة ضياع الاحترام مدمر لو ضع الاحترام الزوجة انسى خلاص بازة الأسرة ومش بس في التربية ولا الزوجة والكلام ده بيصير البيت مكان استهتار بيصير البيت خرابة وشعور ألم وحصرة وفقد ثقة وندب يا ريتني ما طلعت من بيت أهلي والأولاد زيت نفسهم بالجراء على أمهم وقولوا كلام ويعني خلاص أساءوا الأدب وخلاص أمن العقوبة وأساءوا الأدب ويبقى قدامهم بيشتروا على المعاسي حتى قدامها شؤ إضاعة الحقوق والتفريق فأمانت ربنا سبحانه وتعالى الإلام النفسي والقلبي والزهني وضعف الأثر التربوي كل ده لكن عدم احترام الزوج شوف أنا أتكلمت قدية على الزوج عشان نراعي عدم احترام الزوج جملة جملة واسمعوا من خراب البيت عاجلا 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 هد منظومة الأسرة لو الزوجة ما احترامتش زوجها بس بشرط يكون راجل واعي محترم فاهم فاهم له دورو كزوجو كأب مش واحد متكبر جاهل غضوب فاحش القول والفعل بذيء اللسان سيء الخلق درب للنسان لا يبتقي الله عز وجل لا في زوجته ولا في بيته ولا في أولاده نعم ده جابت محور كامل يا أستاذة مون نعم زك الله خيرا دكتورة